موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوان نصلط الضوء فيها اليوم على إعلان مراكش الوثيقة الختامية المعتمدة في ختام أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظية البنوك المركزية للدول الإفريقية الـ 54 الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين لمناقشة أهم التوصيات الواردة في وثيقة إعلان مراكش يحضر معنا في الستوديو رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية الأستاذ الحسين جنون أهلا وسهلا بك أهلا أستاذ الكريمة أهلا وسهلا بداية كيف تقرأ ما جاء في الوثيقة الختامية إعلان مراكش المعتمدة في ختام أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظية البنوك المركزية للدول الإفريقية نعم ما جاء في هذه الورقة الختامية أعتبره مؤشر على بداية انفراج يذهب تجاه كون إفريقيا وقادتها ومؤسسي كل المبادرات الاقتصادية والجيمية التي منشئنها أن تخلق الثروة لإفريقيا وأن تجعلها وفقا للشعار التي جاء فيها إفريقيا صامدة أعتقد بأن لمست الطريق الصحيح نحو إيجاد خارطة طريق وأجندة تخدم إفريقيا على مستوى التنمية المستدامة وعلى مستوى الأمن والاستقرار الجانب الثاني الذي يذكي على أن هذه الخلاصة التي جاءت في البياء الختامي لتجمع وزراء المالية ومحافظة البنوك المركزية إفريقيا التي هي بالمناسبة عضو في الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأن طبيعة انعقاد هذا التجمع أو هذا الاجتماع الهام على مسوى مدينة مراكش والذي بالمناسبة أنه كان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلل الملك محمد السادس حفظ الله إنما يبين أهميته وأهمية الضرف التي انعقد فيها والسيق العام التي جاء فيه بالنظر لكون العالم يعاني من آثار كوفيد-19 والذي تزامن مع الأزماء الأوكرانية وما عرفه من انكيماش اقتصادي وصل حسب الإحصائيات الرسمية لهذا التجمع إلى انكيماش على مستوى الدخل الخام إلى 1.6% على مستوى سنة 2020 هذه التفاصيل سوف نناقشها طبعا ونحن نتحدث في هذا اللقاء جدوى الأعمال هذا الاجتماع كان قد تضمن مناقشة العديد من القضايا كما تعلم أستاذ من بينها إشكالية المديونية تحديات الرقمنة وتغير المناخ نود أن نعالج كل ملف من هذه الملفات تبعا لما جاء داخل هذا إعلان مراكش بالنسبة للدين المشاركون دعوا مجموعة البنك الدولي وصندوق النق الدولي إلى تخفيف سريع كامل وهام للدين قصد مساعدة إفريقيا على التعافي من الإنعكاسات السلبية خاصة لتدعية جائحة كورونا ما أهمية ذلك اليوم بالنسبة للإفريقيا نعم بالنسبة لهذا المحور له أهمية قصوى بالنظر لتشخيص الذي عمل تجمع المذكور على وضعه وهو أن إفريقيا ارتباطا بمديونيتها أولا دعوة البنوك المالية الدولية وعلى رأسهم البنك الدولي وصندوق النق الدولي إلى جدولة هذه المديونية التي تراعي الظروف الاقتصادية والنكماش الاقتصادي على التنمية الإفريقية بشكل عام ولكن الأهم الذي خلاص له هو الذي أعتقد بأن ينبغي أن تأخذه إفريقيا على مساوى المنظور البعيد والمتوسط وهو على إفريقيا طالما أن لها إنتاج للمواد الخام وتعمل على تصديرها أن تعمل على بدلا من أن تكتفي بالتصدير لهذه المواد الخام أن تتحول إفريقيا انطلاقا من الشعار الذي رفعه هذا اللقاء وهو أن إفريقيا صامدة نحو إفريقيا صامدة بمعنى آخر صامدة في مواجهة من؟ في مواجهة الصدمات في مواجهة التقلبات في مواجهة الحروب والأطار السلبية التي تأتي نتيجة الأوبئة الطبيعية كيفما كان نوعها وبالتالي حتى تكون إفريقيا قادرة على الصمود في مواجهة هذه التصدعات وهالتقلبات ينبغي أن تتحول من إفريقيا المصدرة للمواد الخام إلى إفريقيا مصنعة وهنا أن الاجتماع خالص إلى إعطاء نموذج بالمغرب الاقتصاد المغربي التي يذهب في اتجاه التصنيع المحلي اعتمادا على تنزيل النموذج التنموي والمراهنة على صناعات التي تحمل علامة صنعة بالمغرب ما يدئن موروكو بمواجهة مع ذلك علامة موروكوناو التي تجعل من المغرب ينتج خيراته الاقتصادية وسيلعه المحلية والذي يعتمد على المستوى المستقبل محاولة الوصول إلى اكتفاء ذاتي وتضيير ذلك إلى إفريقيا ومن خلالها إلى العالم وفي إطار نقطة الدين هذه كانت هناك الإشارة إلى أهمية تحويل الدين إلى برامج استثمارية اليوم في إفريقيا أهمية ذلك نعم أهميته تكمل في كون أن المديونية من سلبياتها أن تظهر الأجيال وأجيال المتوسط والبعيد وطالما أن هذه الأجيال ستظل مرهونة بديون يكون أطارها سلبي لم تصرف في الوجهة التنمية التي من شأنها أن ترفع من ناتج الخام الداخلي لإفريقيا نعطي مثال بذلك لما عملت إفريقيا واستوعبت على أن لا خلاصة لها إلا التنمية المستدامة يعني عرف الدخل الخام الإفريقي في 2021 زيادة 6.9% بالمقارنة ما كان في 2020 1.6% هذا يبين على أن لا خلاصة ولا حلول لإفريقيا ولشعوبها ولقادتها ولإقتصادها إلا أن ينشد التنمية لأن لما غرقت الحدود جراء آتار كوفيد-19 تتبين على أن ما هي الدولة التي تتوفر على الأمل القومي الداخلي التي يحصن شعوبها على مساوى التغذية وعلى مساوى الدواء وعلى مساوى الطاقة نقطة أخرى في هذا السياق هذه دول دول أعضى في البنك وصندوق النقد الدوليين حضت أيضا مؤسسة بريتن ووتس على إصلاح الهيكلة المالية الدولية لجعلها شاملة أقصد هنا دائما في إفريقيا لجعلها شاملة فعالة وموصفة عمليا هذا الكلام ماذا يعني؟ نعم يعني أولا لما تأسس تجمع بريتن ووتس في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية لم يستوعب شعوب أنذاك قيمة هذه التوصيات وقيمة هذا المضمون وقيمة هذا المطاق وما جاء فيه من إصلاح مالي ومصرفي يعود على شعوب العالم ليس فقط إفريقيا بالتنمية بدلا من ارتهانها بالمديونية وأوجه صرفها في غير ما أعد له وهنا الشيء وبالشيء يذكر يعني أصبح العالم وخاصة إفريقيا موضوع النقاش أنها تعمل على تنزيل مؤسسات الحكامة ومن بين تنزيل مؤسسات الحكامة المجالس أو منظمة الأجهزة المالية لرقابة المالية العمومية على إفريقيا ومن داخل هذه المؤسسة أفروسي يعني المغرب يعتبروا عضوا نشيطا فيها من خلال مجلس أعلالي الحسابات وبالتالي هذه المؤسسات استوعبت على أن مالية إفريقيا بشكل عام في علاقتها بمبادئ بريتون وودز وفي علاقتها بمبادئ الحكامة والعمل المصرفي التي تقوم به البنوك المركزية ومن بينهم بنك المغرب لأن بالمناسبة البنك المركزي المغربي يمثله بنك المغرب في شخص والي بنك المغرب وبالتالي هذه المؤسسة بالإضافة إلى المزل على الحسابات بالإضافة إلى سياسة المصرفية والمالية والاقتصادية التي يقوم بها المغرب والذي يعطى بها نموذج في محاولة استقرار المالي والمصرفي حتى يكون له آطار إيجابي على مستوى لأن الغاية ماهي وهي أن تحقق إفريقيا استقلالها الاقتصادي واستقلالها المعيشي واستقلال عليها على مستوى الخارج وهنا يمكن القول بأن رهان إفريقيا الوصول إلى الأمن القومي والذي أصبح شعار الآن في القرى الواحد والعشرين وبداية الألفية الثالثة وهي وصول إلى الأمن القومي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بما جاء في الرسالة صاحب الجلالة لما جاء فيها أو في مضمونها على أنه حان لإفريقيا أن تعتمد على مدخراتها وعلى كفاءتها وعلى خيرات البشرية هذا لا يرتبط فقط بالدين هناك موضوع آخر كان مهم جدا في هذا الاجتماع ملف تحديات الرقمنة في اعتقادك أستاذ جلون كيف يمكن للدول الغنية اليوم مساعدة إفريقيا في تقليص هذه الفجوة الفجوة الرقمية بين الدول نعم أستاذ فاطمة وهو أن الآن وإن كان ينظر إليها إفريقيا من جانب المساعدة ولكن أنا أعتبرها الآن ويعتبرها مجموعة من المحللين الاقتصاديين والخبراء على أن إفريقيا على دول الأوروبية والبنك الإفريقي والصندوق النقد الدولي والالتحاد الأوروبي والدول العظمى أن تقدم المساعدة لإفريقيا على المستوى المالي وعلى المستوى الرقمنة وعلى المستوى التنمية المباشرة التنمية المستدامة لأنها واجب عليها لأنها هي التي سنزفت خيراتها على المستوى الاستعمار وأن إن كان لإفريقيا يعني أعطاب اقتصادية واجتماعية من المسؤول عليها مسؤول عليها بالدرجة الأولى الدول المستعمرة وبتي لحالة لها الآن أن ترضي الدين لصاحبه ألا وهي تقديم المساعدة على مستوى التنمية من داخل المنشأ دي الإفريقيا وإذا تحقق ذلك بالطبيعة الحال سنكون أمام محاربة الهدل المدرسي ومحاربة الطرف الذي ينرثم شباب إفريقيا في الجماعة المتطرفة ويحول دون التنمية المسادمة ويشكل خطر على الأمن ويساهم في الجريمة العبر القرات التي يشكل خطرا على أوروبا وعلى الدول العالمية بشكل عام وبالتالي أنا أعتقد أن التوازنات التي ينبغي أن تحصل على مستوى العالم ينبغي التعاون ما بين شمال جنوب وجنوب جنوب وبالتالي هذا التعاون بشكله العام وبشكله الحضاري النبيل الذي لا يطلب إفريقيا لا تطلب صدقة من أي وإنما أنا أعتبره واجب على شركاء إفريقيا أقول شركاء إفريقيا ولا أسمى المنظمات العالمية الالتحاد الأوروبي والدول العظمى الولايات المتحدة الأمريكية الصين روسيا بريطانيا ومجموعة فيزيكات ومجموعة السبع عن ملف المناخ هو أيضا استحوذ على حيز كبير في هذا الاجتماع من الاهتمام من المشاركين في هذا الاجتماع طبعا وثيقة مراكش دعمت مجموعة السبع من أجل وولوج أفضل لوسائل تمويل العمل المناخي اليوم كيف يمكن إسناد أو دعني أقول مرة أخرى مساعدة إفريقيا على الانتقال العادل نحو اقتصادات خضراء أكثر نعم أستاذ فاطمة وهذه من المفارقات العجيبة وهو أن إفريقيا هي ضحية للتصحر وضحية للتلوث البيئة جراء للصناعة التي تفسد الأرض على مستوى الدول الصناعية الكبرى وبالتالي أن إفريقيا لا تتوفر على تلك المعامل الضخمة التي تساهم في التصحر وتساهم في تلوث المناخ الذي يكون من أطار السلبية عدم انتظام التساقطات التي يؤدي إلى الجفاف والذي يؤدي إلى سوء الفلاحة والزراعة وبالتالي سوء التغذية نكتفي أعتذر على مقاطعتك الوقت انتهى رئيس المرصد المغاربة للدراسات السياسية الدولية الأستاذ الحسين جنون شكرا جزيلا لك على كل هذه أطلاقات ختم هذه الفقرة شكرا لكم الحسين المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة